باش نمشيوا العنوين اخر في ليبيا دبيبة يعيد افتتاح تداول الاسهم بسوق المال الليبي ذي العنوين قرأوا على موقع حكومتنا اعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اعادة افتتاح تداول الاسهم للجهات المدرجة بسوق المال الليبي بعد توقفها منذ تسع سنوات للأسف واكدت دبيبة خلال الكلمة متاعه في مراسم الافتتاح هو انه عودة العمل داخل سوق الاوراق المالية يساهم في تخفيف الاعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذنيل الصعاب اللي عانى منها السوق في السنوات الماضية وتثبت في توقفه واضافة دبيبة وانه الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الاوراق المالية من تأديد مهامه كما ينبغيه وبشيكون في مصاف الاسواق العالمية واشار رئيس الوزراء في ختام الكلمة متاعه لانه ترسيخ ثقافة التداول لدى الليبيين هو الخطوة التي يتم العمل عليها ولن يكون التداول مقتصرا على الشركات فقط لما يشكله السوق من ركيزة مهمة في الاقتصاد الليبي أميل أهم حاجة أنا لحظتها في كلمة دبيبة وقت الاعلن على افتتاح السوق الليبي هو انها مش بشكون في ترابلس فقط بشكون في بنغازي يعني هون يفهم تجاوز ربما للخلاف السياسي وربما المجال الاقتصادي سيجمع الليبيين باش تقفز ليبيا وترجع للمستوى اللي كانت عليه عام 2006 لانه سوق الاموال الليبية وقتاش تعمل تعمل عام 2006 فهذا مهم ومهم برشا أنا نقول صحة لهم أكيد لانه قاعدين يمشيوا في مسار ربما مسار بناء بطريقة كبيرة برشا ان شاء الله المجال هذي يقدم لليبيا استثمارات كبيرة برشا واكيد الاستثمارات في ليبيا كيف تكون كبيرة باش تكون عندها أثر حتى على الاستثمار في تونس لانه عنا برشا ما نتعامل مع السوق الليبية والسوق الليبية تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة للسوق التونسية وكيف كيف العكس صحيح هذا مهم جدا بالنسبة لليبيا وخاصة نرجع ونقول أنه تجاوز الخلاف السياسي بالمجال الاقتصادي مهم برش والله عنا غامة أديانس في ليبيا ولا معناش نورمال معناش والله هي البسيط البسيط ياسر الحكومة متعد بيبة بكل صراحة على حسن ما نعرفها فما ديناميكية الحقيقة جديدة خف بل ما نحكي مشيش يقيدوني على أطراف ومن يشتهم بالضبط التجاذبات غادي احنا عطينا المصلحة متع ليبيا التجاذبات شأن داخلي الحكومة هذي بقيقة محمود فقط زيدا شفنا ليميت اللي فارتا مؤتمر الأعليم اللي صار في ليبيا شفنا حسن التنظيم معنية القاعة الرائعة الضيوف اللي جاءوا من العالم العربي حاجة ممتازة ما كنش نشوفوها في ليبيا ما كنش نشوفوها الجملة هذيك اللي حبيت نوصل لين الحكومة هذي رهيبة هي في ليبيا على حسب ما نعرف حسب ما نعرف خطر عديد شوية دوسيات حسب ما نعلم ما فما بعض الوزارات مع الدبيبة باهين على الأخر باهين باهين بالحق وتقولش عليهم وزراء متع دولة متقدمة وليد اللفي ودبي بابيد وغيره برشا وزراء خشان بالرسمي دي بروفيل معناها دي جرون توم بالحق معناها وزراء ينجموا ويخدموا ويصوم مودرن كما قالت أميل ويصوم ألا باج يروا في ليبيا في مصاف دولة المتقدمة وليد اللفي نسخيبو طالياني كريتو أنا حتى في الشكل معناها والله في الشكل احنا تليعنا برجع شكل جميلة ومعنا بشكل جميلة أما لأ كان يخليهم يخدموا كان فما وحدة ما بين الشعب الكل يتفهموا خليهم يخدموا شنو ما زل بشي يصير في ليبيا أكثر من اللي سا خليهم يخدموا هاي البورسة توا رجعت عندها سبعة سنين ولا قداش تسعة سنين معناها خليهم يخدموا خليهم يصيروا على ليبيا الكل مش كن ترابلس بركة ولا بنغازي بركة ولا شيرية بركة على ليبيا الكل وإن شاء الله نحن نحن نحب ما مصلحة ليبيا ما مصلحتنا نحن كيق في الاقتصاد الليبي ما نتنفل فهنا نحن 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 إن شاء الله ربي معهم زيدة نختموا بالعنوان هذية نقرأ على موقع الجزيرة تسعة عشرين ألف شهيد ومفقود جرى العدوين على غزة إذا ما قاله مدير المكتب الأعليمي الحكومي في غزة إسماعيل الثواب للجزيرة البيرح وأنه أكثر من تسعة عشرين ألف شهيد ومفقود جرى العدوين على القطاع حيث لا يزال أكثر من سبعة ألف شخص تحت الأنقاذ وأشار إلى صعوبة الأوضاع الصحية لأهالي شمال القطاع مشيرا إلى أنه نحو ثمانمائة ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع ما نجموش ينصلوا إلى المستشفيات وأوضح أنه جيش الاحتلال ما زال عنده العشرات من جثمين للشهداء المسروقة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه قوات الاحتلال ارتكبت عشرين مجزرة خلال الساعات القليلة الماضية أديت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على مناطق وسط وجنوب القطاع بطبيعة في الارتك اللي يسمعون فينا كي يقولوا منجموش يصلوا إلى المستشفيات مش المستشفيات موجودين منجموش يصلوا لهم ما عادش فما مستشفيات ما فماش منظومة صحية في غزة الكل وفي القطاع الكل ما عادش فما حتى شيء حتى كومبريس وحاجات بسيطة ما عادش فما ما عادش عارفين العباد كيفش يواصلوها كايا البارح كميون متاع لونروا في طريق محدد من الجيش الصهيوني بشتعدها منه وقصفو معنا بشخلي العباد اللي في شمال الغزة إن شاء الله إن شاء الله توفى للمأساة هذه في أقرب وقت صحيح نفرحوا بك الفيديوهات متاحها مية صغير وكل شيء أما إن شاء الله المأساة توفى في أقرب وقت على خطر الوضع تاعد بيسر ما فماش حتى أفلام تنجم توصفوا صدقوني قد ما تتفرجوا في أفلام الحرب العالمية لولة والثانية وحتى الحروب اللي بشتير ما تلقاش كما هكاية إن شاء الله رب يفرج عليهم في أقرب وقت ولكن إذا زد رأوا ما ينقصش من ما كبدتوا من خسائر هائلة الحرب هذه على دولة الاحتلال تونارجعوا لها بعد مع محمود وتاريخيا ما صار لهم مش اللي صار لهم المرة هذه حاجات ما كانوش ينتظروا فيها حاجات لم تكن متوقعة هاتوا نرجعوا لها بعد مع محمود